هم إسرائيل أعلنت عن خطط عسكرية جديدة من أجل ضرب إيران وذلك من أجل إيقاف التقدم النووي الإيراني الكبير وطبعاً هذا كله صار على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يوم أمس شون اللي قاله بالضبط وجهت الجيش لإعداد خطط عملياتية جديدة لضرب إيران ووقف برنامجها النووي إذا لزم الأمر وطبعاً الهدف الأساسي اللي هم مركزين عليه هنا إذا ما طبعاً سعوا في خططهما العسكرية لضرب حقيقة البرنامج النووي الإيراني فهي منشأة نتانز النووية لماذا؟ لأن في منشأة نتانز النووية الآن هو التخصيب اللي دي يصير بها عالي جداً تخصيب اليوراني ومواصل إلى نسبة 60% ودي يستخدمون الإيرانيين بيها 317 جهاز طرد مركزي متقدم في عمليات التخصيب العالية الجارية الآن وهذا طبعاً يأتي أيضاً مع التقديرات إسرائيلية تحدث عنها وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس الذي قال بصريح العبارة بأن إيران على بعد شهرين فقط لامتلاك القدرة للوصول إلى القنبلة النووية والمشكلة الإسرائيلية الحقيقية هنا أنه الإيرانيين دي يخصبون بهذه النسبة العالية صار لهم خمسة أشهر وهم غير قادرين على فعل شيء لهذه المنشأة على المستوى الاستخباري خاصة وأن بعد الهجوم اللي صار على منشأة نتانز والذي أدى إلى ارتفاع نسبة التخصيب إلى نسبة 60% الإيرانيين اتخذوا قرار أن تكون الحماية بيد الحراس الثوري الإيراني حماية منشأة نتانز النووية فبالتالي كما هو واضح حتى هذه اللحظة مع اقتراب إيران بهذا الشكل الكبير الواضح بأن إسرائيل يبدو بأن خياراتها الاستخبارية أصبحت قليلة للغاية في مواجهة منشأة نتانز لإيقاف حقيقة التقدم النووي الكبير الذي هو طبعا يجري حتى هذه اللحظة وبالتالي وصلوا إلى هذه الخطط العسكرية التي يتحدث عنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وبالتالي هم لازم يقطعون الآن 1550 كيلومتر من أجل الوصول من الأراضي الإسرائيلية مباشرة إلى العمق الإيراني وهناك عدد من المشاكل التي يجب أن ننتبه إليها بأن هذه المنشأة هي تحت الأرض محمية بشكل كبير جدا كذلك هناك منظومات دفاعية في إيران ليس كما هو الحال مثلا في العراق عندنا عندهم منظومات دفاعية اللي هي الأس 300 الروسية والتي طبعا يعني حقيقة تحد من الكثير من الإمكانيات الإسرائيلية والطائرات الإسرائيلية مثل الأف 16 والأف 15 في القيام بمثل هذه العمليات لذلك لديهم خيار واحد فقط ألا وهو الأف 35 هذه الوحيدة التي ممكن أن تقوم بهذه العملية والسؤال هنا بما أن لديهم الخطط والقدرات والطائرة المتمكنة والتي ممكن أن تقوم بهذه الضربة لماذا لا تقوم إسرائيل الآن بالضرب ما الذي تنتظره إسرائيل الذي تنتظره ومشكلتهم الأساسية هي جو بايدن جو بايدن مشكلته أنه لا زال هو في مفاوضات مع الإيرانيين وكما تحدثنا الضربة الأخيرة على منشأة نطانز نوعا ما صعبت قضية المفاوضات النووية لأنها رفعت عملية تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60% من قبل الإيرانيين قريبين جدا من الوصول إلى القدرة للحصول على القنبلة النووية بالإضافة إلى ذلك أن بايدن لم يكن مع إسرائيل في الأزمة التي شفناها بين إسرائيل والفلسطينيين لم يكن معهم كان هو محايدا وكان يضغط على إسرائيل كثيرا لإيقاف إطلاق النار لذلك هم يريدون أن يعرفون فرصهم مع جو بايدن قبل أن يقوموا بهذه العملية وطبعا هذه الأنباء وهذا الإعلان الذي جاء من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي واضح بأنه يأتي كرسالة إلى جو بايدن خاصة وأنه يأتي قبل لقاء مهم مرتقب من المفترض أن يتم اليوم بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن من المفترض أن يتم هذا اليوم ولكن الانفجارات التي تأتي الآن في أخبار عاجلة في مطار كابل أجلت طبعا هذا اللقاء بحسب موقع أكسيوس وطبعا بالنسبة لنفتالي بنت لديه الكثير من الأمور اللي يريد حققها ضد إيران ولكن هناك أمر يعني المنطقة العربية بشكل عام تحدث عنه نفتالي بنت بلقاء قبل وصوله إلى واشنطن مع النيويورك تايمز في قضية مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها شوف شنو اللي قال النيويورك تايمز ما تحتاج أو ما نحتاج إلى القيام به وما نقوم به تشكيل تحالف إقليمي مع الدول العربية لدرئي هذا التوسع وعرقلة الرغبة الإيرانية بالهيمنة ويا ترى لماذا يركز بنت على الوصول إلى هذه النقطة والتحالف مع الدول العربية هناك عدد من النقاط اللي يشوفوها الإسرائيليين واللي هي ممكن أن تكون أيضا مقلقة الولايات المتحدة الأمريكية أولا أن الروس والصينيين الآن بعلاقتهم الوثيقة مع إيران سيقومون بمناورات عسكرية مع إيران نهاية هذا العام أو بداية العام القادم في الخليج العربي بالإضافة إلى ذلك أنه واشنطن بعدما سحبت المنظومات الدفاعية مالتها من السعودية الآن السعودية توجهت إلى روسيا وقبل يومين قبل 48 ساعة وقعوا اتفاقية تسليحية مع الروس بالإضافة إلى ذلك أن الأتراك أيضا وبمنظومة الأس أربعمية اللي أخذوها طبعا من الروس الآن طلبوا عملية دعم أكبر من الروس ويوجد اتفاقات من أجل الحصول على صواريخ للأس أربعمية من روسيا بشكل مباشر وكأنهم غير آبهين ما مهتمين تماما إلى الولايات المتحدة الأمريكية وما الذي ممكن أن تقوم به من عقوبات مع هذه التطورات فلذلك الواضح أن المنطقة كلها تتوجه إلى الشرق المنطقة لا تتوجه إلى الغرب ولا حتى تتعتمد على نفسها هذا هو الواضح بالإضافة إلى ذلك أنه في سوريا أيضا تضاعفت أعداد الميليشيات الموالية لإيران التي بدأت نوعا ما تشكل ضغطا على الإسرائيليين وأيضا القضية المهمة بالنسبة لنفتالي بنت هو ما يحدث في لبنان من أزمة كبيرة جدا في لبنان الآن في لبنان حقيقة الـ IMF اللي هو صندوق النقد الدولي من المفترض أن يسلم لبنان 860 مليون دولار ولكن لغوا هذه الفكرة وقالوا لدينا شرط مهم جدا حتى نسلمكم هذه الـ 860 مليون دولار اللي هي تشكيل حكومة لبنانية جديدة وأزمة كبيرة جدا في لبنان وخوف إسرائيل من هذه القضية هي أن حزب الله اللبناني ممكن جدا أن يستغل هذا الأمر وفعلا حزب الله الآن بدأ يتحرك وهدد بشكل واضح بأنه أي تعرض إلى ناقلات نفط إيرانية هم مدى يتواصلون بها مع إيران من أجل حقيقة أن تعبر قناة السويس وأن تصل إلى لبنان قالوا أي ضربة تتعرض إليها وواضح أن الإسرائيليين يستطيعون حقيقة التعرض لهذه ناقلات النفط فبعد ذلك هدد بشكل واضح بأنه ستتم عملية مهاجمة إسرائيل والتصعيد بشكل كبير للغاية فالإسرائيليين ميريدون النفوذ لحزب الله اللبناني أن يتزايد بشكل أكبر في الأيام وفي السنوات القادمة والسؤال هنا أين هي هذه الناقلات التي تحدث عنها السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني هذه الناقلات بحسب tankertrackers.com بشكل واضح على تويتر اليوم قالوا بأن ليس هناك أي ناقلة للنفط انطلقت من إيران متوجهة طبعا إلى لبنان من أجل إيصال النفط حتى هذه اللحظة ليس هناك أي شيء ولكن يوم الجمعة ستنطلق ناقلة نفط مباشرة من إيران إلى لبنان والشبهات تذهب إلى ناقلة واحدة هي موجودة الآن حقيقة أمام مضيق هرمز هذا هو طبعا مضيق هرمز وهي موجودة في هذه النقطة تحديدا كما ترون الآن أمام ميناء اسم ميناء جاسك اللي هم استحدثوا طبعا الإيرانيين من أجل خلاص من عقوبات الولايات المتحدة إلى أمريكية والضغط الغربي أي شيء يصير طبعا أو يصير على حقيقة من غلق للمضيق هرمز فميناء جاسك هو موجود من أجل دعم هذه السفينة وطبعا هذه السفينة إذا ما ردنا نعرف تفاصيلها فهي اسمها سفينة فاكسن ناقلة فاكسن الإيرانية وطبعا هذه الناقلة هي بدأت تعمل من يوم 28 2021 وهي الآن من المفترض محملة بـ 240 ألف برميل للنفط وستبدأ بالعمل بدءا من يوم غد متوجهة طبعا إلى لبنان وهذه طبعا تفتح سيناريهات كثيرة جدا لطبيعة ما ممكن أن يحدث إذا ما إسرائيل تجرأت وقامت بضرب هذه الناقلة النفطية بشكل كبير لذلك طبعا واضح جدا الأهداف الإسرائيلية ما الذي سيستطيع بنت من تحقيقه وهل ستستطيع أو ستتعاطى واشنطن مع الطلبات الإسرائيلية حول هذا الموضوع أو سيعطونهم ضوء أخضر معين أو أن الأمور متوجهة إلى توجهات مختلفة لا يتوقعها أحد اشتركوا في القناة 관리에요 بعد أن ألوك